السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امسح سيئاتك بأستيكة تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة ان مكفرات الذنوب كثيرة جدا طبعا ما فيش حد معصوم في الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون طبعا عايزين الزنوب بيأتي تمسح عشان نلقى الله عز وجل طاهرين بفضل الله ما فيش عندنا ولا ذنب ولا أي سيئة طب نعمل ايه مكفرات الذنوب كثيرة جدا مثل التوبة والاستغفار والعفو والصفح وذكر الله وإسباغ الوضوء والصلوات الخمس وقيام رمضان وصيامه وقيام ليلة الأدر وقيام الليل والصبر على البلاء والحج المبرور والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من الحسنات كما قال رب الأرض والسماوات إن الحسنات يذهبنا السيئات فأنا عايزكم دايما تدعوا ربنا بهذا الدعاء إن ربنا ييسر لكم فعل الأعمال الصالحة التي تجلب لكم الحسنات اسألوا الله عز وجل أن يمطركم بسحائب الحسنات التي تذهب السيئات طبعا ما فيش حد فينا ما عنده السيئات ومن أكثر الأشياء التي تجلب الحسنات التي تذهب السيئات هي الصلاة على وقتها أي الصلاة في وقتها قال جل وعلا وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولما سأل ابن مسعود كما في الصعيحين في البخاري ومسلم لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله سبحان الله إذن فعلينا أن نحن نحافظ على الصلاة وعلى سائر الأعمال الصالحة لنفوز بملايين الحسنات ولا ننسى قول رب الأرض والسماوات إن الحسنات يذهبنا السيئات ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والثلمذي بإسناد حسن قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها إذن كلما أردنا أن نمح السيئات فعلينا أن نكثر من الحسنات مع التوبة والعودة إلى رب الأرض والسماوات جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته